من منا لا يفكر في اليوم الذي يتقاعد فيه. يخلع بدلة العمل للمرة الأخيرة. يرفع رجليه على الأريكة. يحتسي كوبا من الشاي على رواءان. كما يقول المصريون. قبل أن يخطط ماذا سيفعل في الوقت الذي لديه. لكن هناك ما يعشق عمله. لدرجة أنه لا يريد أن يتقاعد أبدا. أحد هؤلاء الأشخاص هو باكشوت سميث. ضابط شرطة أمريكي من ولاية أركانساس جنوبية الولايات المتحدة. التحق باكشوت بشرطة مقاطعة أواتشيتا بالولاية في عام 1965 تقريبا. وظل يعمل معهم ل46 عاما. ل46 عاما ثم تقاعد. لكن لم يدم ذلك طويلا. ذلك التقاعد لم يدم طويلا. فبعد أربعة أشهر فقط قرر العودة للعمل. وهو الآن ضابط في قسم شرطة كامدن في ولاية أركانساس. باكشوت يبلغ من العمر 91 عاما. وهو بذلك من أقدم رجال الشرطة في الولايات المتحدة. بعضكم قد يتوقع أن يكون عامل الرجل سهلا. قد يقول بالتأكيد باكشوت يعمل في وظيفة مكتبية جالس وراء الكرسي أو جالس وراء المكتب أو فقط يوم أو يومين في الأسبوع. يعني بمعنى أنهم يحاولوا إراحته. لا الرجل التسعيني يعمل كأي موظف ثماني ساعات في اليوم. أربعة أيام في الأسبوع. هو يعمل كمنسق مجتمعي لقسم الشرطة. تتنوع مهامه من القيام بدوريات مراقبة للشوارع والمناطق. التي بيها مدارس إلى القيام بمرافقة الجنازات والتنسيق مع الأهالي. لجعل المجتمع والمنطقة التي يعمل فيها أكثر أمانا. عن هذا الرجل يقول الكثيرون أن باكشوت هو قدوة للجميع. ولا بد من الاستفادة من خبرته الطويلة في الشرطة. دعونا نتابع هذا الفيديو. عن هذا الرجل يقول الكثيرون أن باكشوت هو قدوة للجميع. من شاهدوا وأعجبوا بهذه القصة. الكثير منهم قد علق على قصة باكشوت. وعلى إخلاصه لعمله وتفانيه في البقاء. حتى وهو قد بلغ فوق التسعين من العمر. مثلا هنا باربرا تكتب في هذه التدوينة. تقول باربرا سميث. مدهش. يا لهم الرجل رائع. أحب روعته. روحه طيبة. لا يوجد حب أعظم له من رغبته في خدمة جاره. أما هنا أمادو. فيعتقد أيضا يقول. مادحا. أعتقد أن وجوده سيعيد العقل إلى أي حالة فوضوية. مع كبر السن تأتي الحكمة. وخبرته الواسعة كشرطي تجعله وسيطا جيدا. إنه يستحق وساما وتقديرا وطنيا. ماذا يقول شارلي؟ يقول في مدحح. يقول بريتمان. أو يقول عنه أنه رجل عظيم. لا بد أنه رأى الكثير من التغييرات في عصره. ولديه قصص رائعة يرويها لنا. سيبلوغ باكشوت عامه الثاني والتسعين في شهر مايو. آيار المقبل. وكثيرون يسألونه متى ستتقاعد. دعونا نرى كيف يرد عليهم الشرطي الأمريكي. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.